أعربت مملكة البحرين عن دانتها لإطلاق الميليشي الإنقلابية في اليمن صاروخاً باليستين باتجاه مدينة الرياضة وقالت وزاعة الخارجية البحرينية في بيان صحفي اليوم إن هذا الاعتداء الآثم يعكس بوضوح عدم جدية هذه الميليشيات في توصل لتسوية سلمية للأزمة اليمنية واستمرارها في تنفيذ المخططات التأمرية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم في المنطقة وأكلت الوزارة على موقع مملكة البحرين الراسخ بالوقوف إلى جانب مملكة العربية السعودية في صف واحد ضد كل ما يهدد أمنها وردع كل من يحاول المساس بالسلم والاستقرار فيها وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها مشيدة بقدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وتصديها للصاروخ البلستي